أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبدالفتح الثيثي وجه بالعمل على وضع حلول مستدامة لمشكلات طرعة الإسماعيلية وفروعها وذلك بما يسهم في انتظام منظومة الرية مع التأكيد على ضرورة التعامل مع المخالفات والسحب الجائر للمياه منها واستعرض رئيس الوزراء موقف المنظومة المائية على طرعة الإسماعيلية حيث تمت الإشارة إلى أنها تتغدى مباشرة من نهر النيلة وتقدم زماماً زراعياً في محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية كما أنها تعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في محافظات القليوبية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء